انقسم الناس في الدعوة الى الله الى طرفين ووسط قسم لا يدعو الى الله ابدا وقسم يدعو الى الله على جهل لا على علم وقسم هم اهل السنة والجماعة سالله اجعلنوا ياكم منهم يتوسط كل شي تثق فيه مئة بالمئة لا تشك فيه طرفة عين لا تشك فيه واحد بالمئة هذا لا بد تعلم الناس تدعو اليه يعني انت لا تشك في التوحيد اذا لابد تعلم التوحيد نعم يعني لو سالك سائر قال هل تشك في ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتب الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهو مرسل للثقالين الجن والعزق تقول نعم لا تشك في هذا هذا اذا لابد تدعو الى هذا نعم لا تدعو الى ما تثق فيه مئة بالمئة ليس لهم لا تشك فيها وإنا دعو was the King هه اللم جيد الله صلى الله عليه وسلم اللم كنتت بتعيد عن الفتوى لا يفتي يجع لا تشك في العو كبار العلماء لأهل بالاعدة نعلم الناس الصلاة الوضوء الطهارة الاغتسال يعني مثلا لو جاء سائل يسأل في الطلاق هذا لا يمكن نتكلم في الطلاق نرجع للعلماء الان لو يأتي اليك انسان يقول اين القبلة هل تدل عليها او لا نعم لانك تعرف جهة القبلة الان هنا في هذا البلد لا تشك فيها هذا تعلم الناس لا انظرا ماهي في الطلاق نحن نتكلم في طلاف قبلة عبير